بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحب بكم طلاب العزاء في مادتنا المهارات الرقمية للصف الخامس والسادس الابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ ماذا تعلمنا في الدرس السابق؟ تعلمنا في الدرس السابق كيف نقوم بتخصيص البحث عندما نقوم بالبحث بالإنترنت وكيف نستطيع بعلامتي التنصيص أن نقوم بتخصيص كلمات معينة ووصفية حتى نخصص البحث ونقوم بالبحث عن الموضوع المراد البحث عنه وأيضا رأينا كيف نقوم بإضافة موقع إلى شريط المفضلة وأيضا رأينا استخدامات أخرى لمحرك البحث لو سألنا ما هي الطريقة المثلة للحصول على بحث أفضل؟ أحسنتم نقوم باستخدام أكثر من كلمة معبيرة عن الموضوع المراد البحث عنه مثل عبارة ونضعها أو نحيطها بعالمتي التنصيص وأيضا نقوم بإضافة كلمات وصفية إذا لزم الأمر طيب سؤال آخر موقع إلكتروني مفضل تزوره دائما كيف تحفظ رابطه؟ أحسنتم بإضافته إلى المفضلة فإذا كان لدينا موقع إلكتروني نزوره بشكل مستمر ومتكرر فنستطيع إضافته إلى المفضلة فيتم الوصول إليه بشكل سريع ما هي ميزة شريط قوائم المفضلة؟ أو الفيفورت بار أحسنتم الفيفورت بار يعتبر هي عبارة عن مواقع يتم حفظها وموجودة داخل قائمة نستطيع الوصول إليها بسهولة وبسرعة دون الحاجة إلى كتابة اسم الموقع في محرك البحث طيب سؤال آخر ما هي الاستخدامات الأخرى لمحرك البحث؟ أحسنتم نستطيع من خلال محركات البحث أن نقوم بطرح أي سؤال يتبادر إلى ذهننا مثل عدد الثواني في اليوم أو كم عدد سكان المملكة العربية السعودية في العام الحالي وأيضا أحسنتم نستطيع إجراء عمليات حسابية كعمليات الضرب والطرح والقسمة نستطيع كتابة المعادلة الرياضية فنحصل على الناتج من خلال محرك البحث فكر معي عزيز الطالب طلبت معلمة الاجتماعيات من الطالبة مهى إرسال مقطع فيديو عن مشروع نيوم حتى تقوم بعرضه في اليوم الوطني ماذا تقترح على صديقتنا مهى أن تفعل؟ كيف تقوم بإرسال مقطع الفيديو؟ أحسنتم تستخدم الإيميل أو بالبريد الإلكتروني الخاص للمعلمة ستقوم بإرسال مقطعها الفيديو اليوم بإذن الله سيكون درسنا الثاني عبارة عن الإنترنت وأدوات التواصل في درسنا اليوم سنتعلم عدة أمور سنعرف ما المقصود أو ما هو أداة البريد الإلكتروني الموجودة في شبكة الإنترنت وأيضا سنقوم بإجراء المحادثة تميد الدرسنا اليوم ما هي الطريقة المثلة لإرسال الملفات النصية والسمعية ومقاطع الفيديو؟ أحسنتم نستخدم عادة الإيميل أو البريد الإلكتروني حتى نقوم بإرسال ملفاتنا أي نوع كانت لدينا طيب هل توجد استخدامات أخرى للإنترنت غير البحث؟ أحسنتم نعم التواصل مع الآخرين تعتبر استخدام وخدمة تقدمها لنا شبكة الإنترنت من خلال التواصلنا عن طريق البرامج الخاصة بالتواصل مع أصدقائنا إما عن طريق الرسائل النصية أو الصوتية أو الفيديو وأيضا نقوم بمشاركة الملفات طيب ماذا نستخدم عادة لإرسال الرسائل الإلكترونية أو الرسائل الإلكترونية؟ أو الإلكترونيك ميسيجز أحسنتم نستخدم عادة البريد الإلكتروني أو الإيميل حتى نقوم بإرسال الرسائل الإلكترونية طيب سؤال آخر ما هي مواقع البريد الإلكترونية المجانية؟ هناك مواقع تسمح لنا أو تقدم لنا خدمة الإيميلات أو البريد الإلكتروني بشكل مجاني أحسنتم لدينا عدة مواقع مثل موقع أو البريد الميل الخاص بنظام الويندوز وأيضا عندنا الجوجل تمنح لنا خدمة الإيميل من خلال الجيميل وأيضا ياهو من المواقع التي تمنح لنا أو تقدم لنا خدمة مجانية طيب سؤال آخر هل تصل رسالتي الإلكترونية فوريا لأختي الموجودة في الدمام؟ وأنا موجودة في الرياض لم أرسل الرسالة هل فورا تصل إلى أختي؟ نعم أحسنتم دائما لا يهم إذا كان المستلم يعيش في منطقة أخرى أو في بلد آخر فمجرد إرسال الرسالة يتم وصولها فورا إلى الشخص المستقبل لها طيب لو سألتكم هنا ما هو اسم صاحب الإيميل الإلكتروني لأمامكم؟ أحسنتم اسمه سعد لاحظوا موجود لديه عدة رسائل في علبة الوارد مثلا محمد مكتوب خاص بمكتبة وسأذهب إلى المكتبة هذا الأسبوع يا سعد مرسل رسالة الشخص محمد وأيضا عنده سلمان مرسل مرحبا متى سنزور المكتبة فهذا عبارة عن بريد علبة وارد موجودة خاصة بالشخص سعد ويعتبر إيميل إلكتروني خاص به طيب سؤال جلست سارة أمام جهاز الحاسب ساعات طويلة فبماذا تنصحينها؟ إذا كنت أختها أو صديقتها؟ نعم أحسنتم دائما نحاول أن لا نجلس أمام الجهاز الحاسب لساعات طويلة لأن الاستخدام المطول ممكن يسبب لنا مشكلات صحية مثل تضرر في العين وألام في الظهر والرقبة والمفاصل فلا بد أن ننتبه لصحتنا عندما نستخدم جهاز الحاسب طيب هل تتواصلون مع استقاءكم عبر الإنترنت؟ نعم أحسنتم كثير من أننا نستخدم الإنترنت للتواصل والتواصل الاجتماعي مع استقائنا ومعلمينا وجميع الفئات طيب ما هي الأدات التواصلة التي تستخدمونها عادة؟ أحسنتم المحادثة هي أكثر الأدوات استخداما أو التشاتين تعتبر أكثر الأدوات استخداما في التواصل الاجتماعي بين الأشخاص أو بين الأفراد طيب المحادثة ما فائدتها؟ أحسنتم الفائدة المعظيمة والكبيرة للتواصل هي المراسلة الفورية والحصول على رد الفعل السريع وإذن إرسال رسالة قصيرة إلى شخص إلى صديق أو إلى الفصل بالكامل يستطيع الفصل أو المجموعة كاملة تطلع على الرسالة التي أرسلت وإذن الرسالة ستظهر فورا على شاشاتهم ويمكنهم الرد عليها فورا طيب خلال جائحة كوفيد 19 استخدمنا الحمد لله بفضل حكومتنا الرشيدة واستكملنا عملية التعليمية واستخدمنا التعليم عن بعد وكانت من خلال منصة مدرستي هناك برنامج استخدمناه لتقديم الدروس أو المعلمين استخدموه لتقديم دروسهم الافتراضية ما هو البرنامج؟ أحسنتم برنامج التيمز أو المايكروسوف تيمز يعتبر البرنامج الذي تم استخدامه حتى نقوم بفتح درس افتراضي والدخول إلى الاجتماع إلى الدرس والحصول على المعلومات الدرس من خلال هذا البرنامج فإذاً عندنا مايكروسوف تيمز ما هي ميزات هذا البرنامج من خلال تعاملك مع هذا البرنامج؟ أحسنتم هو برنامج طبعاً مجاني ويمكننا أن تنزيله وتحميله من خلال متجر مايكروسوفت ستور طبعاً لا بد أن يكون لدينا إيميل أو حساب خاص بالمايكروسوفت حتى نستطيع استخدام هذا البرنامج وتعامل معه بشكل مباشر طيب كيف نبدأ باستخدام التيمز؟ أحسنتم عند بداية استخدام التيمز نذهب بداية إلى قائمة إبدأ ثم نجد برنامج مايكروسوفت تيمز نقوم بإدخال حسابنا البريد الإلكتروني الخاص بشركة مايكروسوفت من خلال مايكروسوفت أكاونت ثم كلمة المرور نقوم بإدخالها الخاصة بنا وبعد تسجيل الدخول يظهر لنا الإسم فنقوم بكتابة إسمنا ولقبنا والمعلومات الخاصة ثم نقوم بالضغط على continue أو متابعة وستظهر لنا صفحة مايكروسوفت تيمز من خلال هذه الشاشة فإذا بداية نذهب إلى قائمة إبدأ مثل ما تلاحظون في الصور ثم نختار مايكروسوفت تيمز يظهر لنا التسجيل الدخول نقوم بكتابة بريدنا الوزاري أو حسابنا الخاص بشركة مايكروسوفت وكلمة السر فبعدها يتم تسجيل دخولنا إلى داخل الموقع وبعدها نقوم بكتابة الإسم التي ستظهر في التيمز الاسم الأول والاسم الأخير وبعدها متابعة وسندخل إلى البرنامج بهذه الطريقة طيب سؤال آخر هل الهدف من المحادثة على الإنترنت فقط للمتعة؟ أحسنتم ليست جميع المحادثات على الإنترنت للمتعة فبعض الأشخاص يحتاجونها خاصة الأشخاص الذين لا يستطيعون التحدث وجه لوجه إما بسبب سفرهم أو غربتهم أو ابتعادهم أو مدير مثلا موجود في موقع آخر فنستطيع استخدام المحادثة بعدة أغراض وبعدة أهداف وليس فقط من أجل المتعة طيب كيف أتحدث مع صديق باستخدام التيمز؟ للتحدث مع صديق نقوم بالضغط على محادثة جديدة أو نيو تشات في مربع البحث أو السيرج بوكس نقوم بكتابة الإيميل الخاص بالشخص أو حساب إذا كنت أعرفه وأقوم بالضغط على إنتر وبعدها نضغط على داخل مربع المحادثة فنقوم بكتابة النص المراد إرساله ثم نقوم بإرسال أو سند وبعدها نضغط على إنتر يعني دعونا بالصور نلاحظها نجد هنا محادثة جديدة نضغط عليها وبعدها نقوم بكتابة أو اسم الشخص المراد الحصول على إيميله أو إجراء محادثة معه ثم نقوم بكتابة في مربع الحوار كتابة الرسالة وبعدها سند أو إرسال طبعا تعمل جميع برامج الاتصال بالطريقة نفسها فهناك يمكنك البحث عن الأصدقاء الذين تريد التحدث معهم بنفس الطريقة طيب كيف أرسل دعوة لصديق باستخدام التينز؟ أحسنتم لدعوة أشخاص نجد في المربع في الأسفل العثور على أشخاص وتوجيه دعوة نستطيع الضغط على هذا الجزء فنستطيع إرسال رابط دعوة لشخص ما وبعدها نقوم بالضغط على بحث أو سيرج ثم نقوم بالضغط على مشاركة اللي هو share and invite link وبعدها مشاركة ارتباط الدعوة سترسل إلى الشخص فيقوم بقبولها ومن ثم يتم دعوته إلى الحوار أو إلى المحادثة طيب كيف أرد على صديق باستخدام التينز؟ للرد على صديق في مجرد بإرسال النص سيتلقى صديقك طلبك ويلزمه الضغط على قبول أو allow حتى يتم أو يمكنك من محادثته سيفتح صديقك الرسالة وبالضغط بجوار اسمك وبعدها يتم الرد عليها مباشرة طيب ماذا تفعل إذا وصلك اتصال من مجهول وكان الاتصال مستمر وعاود الاتصال مرارا وتكرارا وانت لا تعلم من هو صاحب هذا الاتصال أحسنتم لا بد علينا أن ننتبه ليس أي اتصال يتم تلقيه وفتحه أو قبوله فعادة نخبر معلمتي أو أخبر معلمي أو عائلتي كوالدي أو أخي الكبير عن أي جهة اتصال غير معروفة وحتى أيضا ممكن نستطيع إبلاغ شركة مايكروسوف تيمز إذا كان هذا الاتصال يردني بشكل مستمر وأنا لا أعرف من أي جهة طيب كيف أمنعه من الدخول على حسابي الخاص احسنتم من خلال حضر هذا الاتصال فأضغط على حضر أو بلوك فيتم بهذا إذا تلقينا طلبا من أشخاص لا نعرفهم فما علينا إلا فقط حضرهم أو عمل بلوك لهم طيب كيف سيكون شكل الدعوة للتواصل ستكون بهذه الطريقة سترسل لك رسالة الدعوة من صديقك بهذه الطريقة وهي هذه دعوة للتواصل فتقوم بقبولها هذه الدعوة وبعدها تتم المحادثة بينك وبين صديقك بكل حرية طيب كيف أرسل الحوار للدردشة وأرد على صديقك مجرد أني أذهب إلى خم مربع الحوار في الأسفل وأقوم بكتابة الحوار أو الدردشة وأقوم بإرسالها من خلال الآيقونة الموجودة على اليسار يتم إرسالها مباشرة لصديقك طيب هل أستطيع مشاركة الصور والملفات أثناء المحادثة؟ أحسنتم موجودة لدينا في نفس التيمز هناك أدوات في الأسفل نستطيع استخدامها لمشاركة الصور نجد صورة المشبك الخاصة بالملفات هذه خاصة بمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات مثل ملفات الورد أو البوربوينت أو أي ملفات أخرى موجودة في جهاز لأستطيع إرسالها من خلال هذا المشبك بينما الإيموشنز أستطيع أيضاً أقوم بإرسالها بهذه الطريقة وتكون فيها موجودة فيها الرموز التعبيرية للتعبير على المشاعرك من خلال المحادثة طبعاً الإيموشنز متى تم استخدام الرموز التعبيرية أو الإيموشنز؟ أحسنتم تم استخدامها الرموز التعبيرية في القرن التاسع عشر وتم تضمين الرموز الرقمية على الإنترنت لأول مرة عندما اقترحه قدمه شخص يسمى سكوت فالمن وهو عالم الحاسب في جامعة كارنيجي ميلون في عام 1982 طيب سؤال آخر هل بإمكاني إرسال رسالة لصديق غير متصل؟ يعني إذا إرسلت رسالة صديقة غير متصلة هل ستصل رسالتي إلها؟ أحسنتم نعم ستصل الرسالة حتى لو كان الشخص غير متصل بالجهاز أو بالإنترنت يستطيع فتح الرسالة متى ما اتصل بالإنترنت فإذا كان أحد الأصدقاء غير متصل فلا يزال بإمكاننا إرسال أي رسالة وسيستلمها عند اتصالها بالإنترنت طيب هل أستطيع إنشاء محادثة جماعية باستخدام تيمز غروب وقوم بعمل محادثة جماعية؟ نعم أحسنتم نستطيع عمل محادثة جماعية مع أكثر من شخص في نفس الوقت ونستطيع طبعا إذا كنا في مدرسة أو في فصل أو في اجتماع فنستطيع عمل غروب أو مجموعة ونقوم بعمل محادثة جماعية للمجموعة مع بعض طيب كيف أقوم بإنشاء المحادثة الجماعية باستخدام تيمز؟ لعمل إنشاء أو لإنشاء محادثة جماعية نقوم بالضغط على إيقونة محادثة جديدة أو نيو تشات بعدها نقوم بإضافة اسم المجموعة add group name ونكتب اسم المجموعة بعدها يفترض أنني أقوم بكتابة العنوين الأشخاص الذين أريد انضمامهم إلى المجموعة وبعد إضافتهم يتم إرسال رسالة لهم ومباشرة يتم إنشاء المجموعة تلقائيا بهذه الطريقة لاحظوا هنا الأيقونة الخاصة بجديد وبعدها نقوم بإضافة اسم المجموعة نقوم بكتابة اسم المجموعة في المربع وبعدها نقوم بكتابة الحوار أو الحديث أو المحادثة ويتم إرسالها إلى group أو إلى المجموعة فعلى طول مباشرة يستطيعون الأشخاص رؤية المحادثة طبعا قبلها يتم إضافة الأعضاء إلى المجموعة حتى يتسنى لهم رؤية المجموعة والكلام المكتوب داخل المشروع أو داخل المجموعة فإذا الطريقة اسم المجموعة مشروع لاحظوا سلمان سعود تم إنشاء المجموعة وتقريبا عندي ثلاثة أعضاء موجودين في المجموعة طيب سؤال آخر هل سيتم استلام رسالة عضو من المجموعة في أي وقت أحسنتم نعم في أي وقت ممكن يرسل أحد أعضاء المجموعة رسالة فورية فيتم استلامها من الأشخاص المتصلين بالإنترنت وأيضا الأشخاص الذين لم يتصل بالإنترنت يستطيعون استلامها متى ما اتصلوا فيما بينهم وفي نفس الوقت طيب هل أستطيع إضافة مشاركين في مجموعة في التيمس بعدما قمت في إنشاء المجموعة هل أستطيع إضافة مشاركين جدد نعم نستطيع إضافة مشاركين جدد في مجموعة التي قمت بعملها من خلال أن أقوم بالضغط على عرض وإضافة المشاركين أو الـ View and Add Participate بعدها نقوم بإضافة الـ Add People أو إضافة أشخاص نقوم بكتابة عنوين بريداتهم الإلكترونية أو إيميلاتهم أو أسماءهم مباشرة بالصريح ونقوم بإضافتها أو تقوم Microsoft Teams بإضافتهم مباشرة وبعدها نقوم على الضغط على إضافة أو Add بهذه الطريقة لاحظوا عند الضغط على هذه العيقونة سنجد أنني أستطيع إضافة أشخاص آخرين إلى المجموعة بكتابة أسماءهم أو إيميلاتهم ويتم بعدها عمل إضافة لهم مباشرة طيب ماذا تنصح أخوك الصغير عن استخدام الحاسب حتى لا يتأثر مستواه الدراسي دائما هذه القروبات أو هذه البرامج التواصل تشغل وقت طويل من الطلاب فماذا تنصح أخوك حتى لا يتأثر مستواه أحسنتم لا بد أن لا يجلس أمام الجهاز الحاسب ويتحدث لساعات طويلة أمام الجهاز إلا بعد ما يقوم بأداء واجباتها المنزلية حتى لا يتأثر تحصيلها العلمي في مدرسته أو في تعليمه طيب تدريبات خاصة بدرسنا اليوم حدد ما إذا كانت الإجابة صحيحة أو خاطئة فيما يلي واحد يعد مايكروسوفت تيمز أداة اتصال لمكالمات الفيديو فقط صح أم خطأ أحسنتم الإجابة خاطئة استخداماً عدة ممكن إرسال ملفات مكالمات فيديو جميع الاتصالات أو مكالمات صوتية فعدة استخدامات لمايكروسوفت تيمز طيب اثنين مايكروسوفت تيمز هو نظام بريد إلكتروني قائم على الشبكة العنكبوتية أحسنتم الإجابة خاطئة طيب ثلاثة يمكن للعضو الذي أنشأ المجموعة فقط مشاركة الملفات مع عضاء المجموعة الآخرين هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم العبارة خاطئة ممكن جميع أفراد المجموعة يقومون بإرسال ملفاتهم ويشاركون ملفاتهم عن طريق المجموعة التي انضموا لها سواء أنشأوها أو انضموا لها طيب ماذا تعلمنا في درسنا اليوم؟ تعلمنا اليوم كيف نقوم بإنشاء أو أهم أداة نستخدمها في أدوات التواصل أو إرسال الملفات والرسالة الإلكترونية وهو البريد الإلكتروني وإذا ردينا أكبر استخدام أو خدمة من خدمات الإنترنت هي إجراء المحادثة والتواصل مع الآخرين من خلال إجراء المحادثة ورأينا برنامج مايكروسوفت تيمز هو أشهر البرامج التي نستخدمها لهذا الغلط أشكر لكم حسن متابعتكم تمنياتي لكم بالتوفيق واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته